بس ما انت صوت الشخلالة انا عايزة دي. ما هي دي جا ملها بصراحة. بسلو اخد سكر بطرة. ايه اللي بيمط دي شفنا? بتبز جبنة. ايه دي انت حشيها جبنة? جلاش نابلسي. بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكو من الحاجات الممتعة جدا. كلنا وادينا عكونافة النابلسية. تعالوا مع بعض نبص على الجلاش ونشوف طريقته عاملة ازاي? مميز جدا جميل جدا واحلى حاجة ان احنا للهات باقينا سبكم الشوكة مع الجلاش دوت مع الجبنة كده المزرلة او الجبنة العكاوي من الحاجات المميزة جدا جدا جدا. ما نمسك الحتة كده اهم حاجة فكرته غير اي جلاش يا جماعة في السواء. شايفين بيبز الجبنة زي? مميز جدا مالوش حل. احنا هنا فكرتنا مش هنشتغل زي الجلاش العادي. تعالوا نشوف الطريقة ايه? ما اقدرنا ايه? بيكون عندي جلاش جبنة مزرلة دي جبنة الدلتة وده جلاش الدلتة. مميز جدا صاحب الشركة دي صاحبي والله العظيم بتحفى. عندي نص كباية سكر بودرة وعندي الزبدة هناخد منها لناخده ومصفة كده. الفكرة كلها ان انا جلاش هنا بعمله التصاق بالسكر البودرة. فتحنا الجبنة بتاعتنا فتحنا الجلاش اسمه جلاش الدلتة من الحاجات المميزة جدا اللي عجبني جدا في الشغل. هنعمل ايه? هنجيب اول الحاجة عندنا الصاج اللي احنا هنشتغل عليه. ونركز في الشغل شغل. ادي الصاج ده هياخد نص برضو باكة الجلاش. لو قلنا بسبعة جنيه ولا بعشرة جنيه. يبقى ادي النصه مسلا. دهنة في الارضية زبدة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. زبدة او سامنة او زيت مادة تبع امكانياتك وكل الامور بتوصلنا اللي احنا عايزينه. حطينا اول ورقتين جلاش. بالشكل دوت دهنة زبدة هنا بقى الترك. التركة سكر بودرة. ليه? انا مش عايزه يهيش زي البقلاوة. انا عايزه يبقى زي الملفي. او الجلاش اللي هو نابولسي او اللي هو كنافة نابولسية اللي هي بالجبنة. هنحط كمان ورقتين ونبدأ ندهن الزبدة عندنا. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. شايفين واحدة واحدة كده بالفرشة بالزبدة. الزبدة هي بتحنن. الجلاش على فكرة دي زبدة جنة جماعة. جنة فيرن مش لازم زبدة نيوزلندي لغالية قوي. قدي السكر البودرة بيعمل لي التصاق وينشف للورقة يخليها مقرمشة. يبقى الفكرة عندنا هنا في السكر البودرة. حطينا تقريبا ما يعادل سبع تمن ورقات بالتبادل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. بس زبدة كويس جدا وما تخافوش ايه كل الزبدة دي كل ده هيتصفى. بقلاوة او جلاش او كنافة من غير زبدة او سمنة آآ مالهمش لازمة هيقدد كعني بعمل بقصمات كعني بدخل عيش في الفرن. هنجيب تقريبا ما يعادل ربع او تلت كيس جيبنا المزرلة البيضة دي دي برضو جيبنا مزرلة الدلتة. هسيب لكم في اول تعليق ان شاء الله بازن الله بيوصلوا الطلبات او الاماكن ان هما بيبيعوا فيها هنا في مصر برضو. وعلى فكرة والله والله انا لو اخد منه فلوس ولا حاجة ولا اصلا اعمل له اعلان ده هو الرجل جايب لي الحاجة دي لغاية البيت وجايي لي صاحبي استاذ سامح رجل زي العسل ومنتجاته تحفى شايفين ورقة الجلاش ماشية في ايدي عاملة ازاي ده مجمد كمان جابولي قبل رمضان بس لانها جابني الحاجة فعلا وانتوا عارفين طبعي انا لا بحب كده ولا كده ولا حركات الترائيس والكلام الفاضي ما حبوش ابدا حاجة كويسة باقول لكم كويسة حاجة واجد بصورة غير عادية في بهزاري ودي احكي ده بس جد في الامور اللي تخص الناس لان هسأل عليها ايدينا الزبدة ودينا السكر البودرة والدنيا تمام التمام وزي الفل الجدعانة والشطارة خلوه في التلاجة شوية عشان لما ايجا قطع ودينا يا عامة كده زي الفل وتمام التمام قد السكر البودرة هوت وزي ما قلنا الزبدة دي في الاخر خالص بتتصف خلصنا يا عامة هلا بيلا تمام التمام اديني زبدة واديني بقى وش سكر بودرة تاني كده عشان يديني عملية القرملة والارمشة معك جبنة المزرلة لما تسيحلوا المزرلة ده ونبدأ نشوف الكلام ده وات ما تنسوش عندنا في اخر الفيديو الفزورة بتاعتنا الفزورة بتاعتنا النهار ده مميزة جدا ان شاء الله تعجبكم وادي السكر البودرة هخلي الكلام ده في التلاجة عندي لان دلوقتي انا قبل الصحور وهسويه طبعا قبل الفطار تاني يوم الموضوع هو تجمد عندي طبعا مش لازم بس انا تاني يوم بس انا بحكي لكم يعني بيعيشكم معي باخد المياز اللي انا هقطع به كده ومش لازم يعني انا ممكن اعطاها اي تقطيع بس عشان لما اجي اعطاها ما بوص الدنيا يطلع كده بيلوز الجبنة بتاعتنا اللي هو النابولسي بطريقة سهلة وجميلة جدا والصاجات دي موجودة عند استاذ زياسر زيرو اتناشر تمانية اربعة تلاتات سبعة تلاتة اتنين خش البتجاز يا جماعة الفرن الجديد ده فرن بوش على فكرة وجبته بتمن حلو جدا 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 الليون عندي مية مية الدنيا زي الفل ما فيش اي مشاكل ابدا حلوة اوي طلع ادي السيرب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت لما يشرب عندي الدنيا كلها تمام تمام هبتدي ان انا اشيل كتعة الهيل اللي عندي ديت ونبدأ نقطع بالصورة اللي حضراتكم شايفينها ديت حلوة اوي كده حلوة ارفع يا باش ارفع كده حانين وادي قهوة كده الجبنة بتلز وجاهزة وما فيش بعد كده واحلى حاجة ان احنا بقى ايه شايفين الجبنة عاملة زي حط في الطبق شد حتة الجبنة كده حلوة اوي الجبنة دي برضو القوان بتاعها مميز جدا ونبدأ ان احنا نقطع منها كده ويا سلام بقى ايه شايفين كلت منها كتير بس اخد بالك انا مصف الزبدة شايفين بقى فيش بعد كده حاجة مميزة حاجة جديدة اقتصادية شوية برضو الشكل مميز تقدروا تعملوها بازن الله اه من الاصناف انا بحب دايما اشتغل بالجلاش لان بحاس ان هو اقتصادي اه عايزين نتنقل بقى كده ونروح نشوف الفزورة بتاعتنا فزورة النهاردة متزع لانها شوية كده ممكن تزعلكو شوية بس حلو اوي يلا بينا يلا بينا ودلوقتي يجي معات فزورتنا فزورة النهاردة مهم اوي يا جماعة كنا هنسبها الاخر يوم رمضان بس حبينا انها هكون بدري بدري يلا تحفينا بدري بدري يا هالل بفرحة ومفارق بفرحة يا شهر فيك البركة طرحة يا يوم بيجر يوم ويا ريتك تستنى حبة يا مجمع الاحبة ابقى معانا ستين يوم يا نسمة طيرة وصعب فيك النوم صلاة وعبادة وصوم يهالل بفرحة ومفارق بفرحة شهر ابريل لأ شهر مارس بتعييد الام او او انا عمال اقول كده لو عرفت الحل هجابونا في التعليقات اعرفت الحل يا نيلي يلا بسرعة واحنا يا جماعة اخر التعليقات خمساشر في الزورة ياريتكو تجمعوهم مرة واحدة وان شاء الله نختار واحد الا لو حد عايز يشترك معنا في الجوائز الجهازة بتاعتنا عجان حد عايز يشترك معنا تاني اهلا بي وبنرحب بي سلام عليكم اشتركوا في القناة